اهلا بكم اتكلمت في حلقة سابقة عن موضوع سوس الطعام واننا ناخد بالنا كويس جدا من المنتجات اللي ممكن يكون فيها سوس طعام زي منتجات الاعتارة والبقوليات فتعالوا النهاردة نتكلم بشكل عام عن حشرة السوس حشرة دي شكلها ايه؟ تركيبها ايه؟ بتصيب ايه؟ انواعها ايه؟ اضرارها ايه؟ اه مبدئيا حشرة السوس بتتميز بانها حشرة صغيرة جدا متناهة الصغر بتتروح ما بين 3 ملي الى حد اقصى 10 ملي بيكون لونها على حسب اللون المكان اللي بتكون فيه تمام؟ في منها لونه بني محمر وفيه بيكون لونه بني مائل السواد وفيه بعض البقع الحمرة وبتكون صفراء في انواع كتير تانية عشرة السوس دي بيكون التركيب الجسماني لها انها بتتكون من خرطوم بيكون شكله مستطيل في نهايته اتنين من الفكوك العولية وبتتميز بجنحين من وراء كده فيوجد انواع منها بتستطيع انهاية طير يعني ممكن تطير في الهواء وبتمر حياتها بتلاتة من المراحل بالبداية انسة الحشرة دي بتضع حوالي 53 بيضة في المرة الوحدة ودي المرحلة الاولى المرحلة التانية بقى بتتكون من حاجة اسمها يارقة اليارقة دي بتكون داخل شرنقة وبعد كده بتتحول بعد كده الدودة وبعد كده السوسة خلي بالك من موضوع الدود ده برضو لان الدود ده اللي هو مرحلة من مراحل تطور السوس فالدود ده ساعات بيبقى موجود فيه الطعام وفي البقليات برضو وخصوصا البودر الحاجة بودر البصل بودر التوم والحاجات دي خطرة جدا تمام طيب بعد ما بتبقى دودة بتتحول لسوسة بقى طيب ايه انواع الحشر دي في عدد كبير جدا من حشرة السوس دي وانواع لها كتير وكل نوع له خصائص ومميزات وعيوب فحشرة السوس بتختلف اضرارها من نوع الى اخر ففي منهم اللي بيدور الانسان وفي منهم اللي بيدور البيئة وفي منهم اللي بيدور الانسان فقط وفي منهم اللي بيدور البيئة فقط زي مثلا هنتكلم عن سوسة القطن سوسة القطن دي من اشهر انواع السوس المعروفة عند الناس وبتسبب ضرر كبير على المحاصيل الزراعية لانها بتتغزى على الحبوب اللي بتكون كاملة والمزرعين دايبا بنشوفهم بيشتكم السوسة دي تحديدا وبيحاولوا يتخلصوا منها بجماعة الطرق وساعات بيجدوا صعوبة في ده وبتكلفهم تكلفة كبيرة عشان تخلصوا منها في عندنا نوع من أنواع السوس برضو اللي هي سوسة الرز أو الأرز السوسة دي من الأنواع الشهيرة جدا وبتسبب ضرر كبير وخسائر كبيرة عند المزارعين والفلاحين لأن الأرز عارفين كلنا الرز بيتعامل منين من الشعير فالسوس بيتغزى على الشعير نفسه كمان السوس ده بقى بيضع البيض بطاعة بطريقة غريبة جدا إزاي هي الطريقة بقى أقول لكم بيعمل سقوب صغيرة جدا جدا وبيضع البيض فيها والبيض ده بيتحول بعد كده لإيه أيوة صح ليرقات اليرقات دي بتتغزى على كل المحصول كله والباقي منه بيصبح غير صالح للاستخدام الأدمي وكمان بيسبب خسائر مالية ضخمة وكبيرة فيه نوع تاني من أنواع السوس اللي هو بيصيب اللوبيا اسمه سوس اللوبيا السوس ده قليل شوية في انتشاره عن سوس الرز وبنلاقيه في اللوبيا حبات اللوبيا أو في الفاصولية اللي بتكون متخزين الفترة طويلة لذلك قلنا إيه نحذر من الحاجات دي ونروح لحد مضمون وحنا بنشتري منه الفاصولية واللوبيا وما يكونش حد بيركن المنتجات دي عنده كتير لأن الركنة الكتير دي بتخليها تصاب بالسوس ده فناخد بالنا عندنا برضو نوع من أنواع السوس اسمه سوس الطحين ده نوع مشهور جدا ومن أصعب أنواع السوس لأنه بيختلط اختلاط تام بالطحين وبيتسبب في حدوث ضرر كبير للإنسان بل إنها بتقوم في معظم الحالات بتسامم الإنسان تخيلوا فناخد بالنا السوس ده اسمه الخنفساء السوداء طب إيه أضرر حشرة السوس باختصار؟ هقول لكم أول ضرر إن هي بتفسد قيمة الطعام تاني ضرر إن هي بتتلفه بتتلفه تماما فمتبقاش صلاح للاستخدام الآدمي ومن هنا بيكبد المصانع والمزارعين خسائر فادحة ونتيجة سوء التخزين برضو بيؤدي للإصابة بهذه الأنواع من السوس طيب لو حد أكل طعام وكان فيه سوس وما كانش أخذ باله هل فيه ضرر؟ آه ممكن يصاب بحاجة اسمها الاضطراب المعدي وممكن يؤدي آكل حشرة السوس إلى الإصابة بالحساسية فناخد بالنا كويس يا جماعة وربنا يكفيكم أي حاجة وحشة سلام عليكم